السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وأصدقائي طلب الطلاب سعال يعني أزدارية أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج البرمج التعليمية في قناة الرحمة مع مادة الأحياء ودكتور محمد خرج مرة اللي فاتت بدأنا في المناعة واتكلمنا على المناعة في النبات نها الرعدة إن شاء الله سنتكمل بقى موضوع المناعة والمناعة في الإنسان مرة اللي فاتت برضو تكلمنا على أول جزء في المناعة في الإنسان اللي هو الجهاز المناعي وقالنا إن الجهاز المناعي واحد من ضمن عشر أجهزة بتقع داخل جسم الإنسان وقالنا يعتبر أهم جهاز في جسمك لأنه هو ده اللي بيأمن وظائف باقي الأجهزة الحيوية الأخرى لو دخل أي فيروس وما فيش جهاز مناعي هيبدأ ينتشر ويضمر باقي الأجهزة وقالنا الجهاز المناعي عبارة عن مجموعة من الأعضاء المتناثرة متفرقة في جميع أجزاء الجسم وقالتلك ليه الجهاز المناعي متناثر الأعضاء لا تتصل أعضاء اتصالا تشريحيا وإنما تتصل معا اتصالا وظيفيا وإنه عشان لو دخل مايكروب من أي جزء من أجزاء جسمك يلاقي عضو من الجهاز المناعي يقدر يقضي على المايكروب بسرعة ويمنع انتشار المايكروب إلى باقي أعضاء الجسم اتكلمنا على الأعضاء بتاعة الجهاز المناعي أو مكونات الجهاز المناعي وقالنا عندنا ست مكونات رقم واحد نتكلم عليها بقى النهاردة اللي هي الأعضاء الليمفاوية وقالنا الأعضاء الليمفاوية دي تعتبر موطن اللي هو المكان اللي بتتكون فيه وتخزن فيه وتندق فيه الخلايا الليمفاوية والخلايا الليمفاوية هي أهم خلايا في الجهاز المناعي ودي نوع من كرات الدم البيضة زي ما ناخدها كمان شوية إن شاء الله طب ما هي الأعضاء الليمفاوية؟ موطن المكان اللي بتتكون وتندج وتتميز وتشتغل فيه وتخزن فيه الخلال الانفاوية رقم واحد عندنا في الأعضاء الانفاوية هو نخيع العزام الأحمر نخيع العزام ده بيوجد خدناه في دعامة والحركة بيوجد داخل العزام يئم العزام المسطحة يئم رؤوس العزام الطويلة طب العزام المسطحة العزام العريضة المسطحة زي ايه ابدأ من فوق عشان ما تنساش الجمجمة ثم عزام القفص الصدري بتاعتك كلها اللي هي القص والدلوع والفقرات الترقوة خلي بالك من ضمن برضو العزام اللي موجودة هنا هوت ثم عزمة الحوض يبقى لما اقول لك من هي العزام المسطحة اللي فيها نخيع العزام الأحمر هتقول لي ابدأ من فوق الجمجمة مسطحة انزل على عزام القفص الصدري ترقوة القص ثم الدلوع ثم الفقرات ثم انزل على عزمة الحوض كان في عزمة كده اسمها الحرقفة الظهرية لو تفتكر رؤوس العزام الطويلة العزام الطويلة اللي هي عزمة الفخد وعزمة العدد وعزمة الساق او عزام الساق اللي هي القصبة دي كلها بتحتوى نقاع العزام اللي هي الأحمر الوظيفة الأساسية لنقاع العزام الأحمر هو انتاج وتكوين جميع كرات الدم كل كرات الدم اللي موجودة جوانا بتنشأ داخل نقاع العزام الأحمر كرات الدم الحمرة وكرات الدم البيضة والصفائح الدموية كل دي بتنشأ من نقاع العزام يوما لما اقول لك اذكر مكان وظيفة نقاع العزام هتقول لي يوجد داخل العزام المسطحة ورؤوس العزام الطويلة وتدي أمثلة ووظيفته انتاج كرات الدم الحمرة والبيضة والصفائح الدموية تمام رقم اتنين في الاعضاء اللينفاوية الغدة التيموسية الغدة الايه؟ التيموسية خدنا عليها معلومة زمان في التنسيق الهرموني في الهرمونات من ضمن الغدة خلي بالك الغدة التيموسية قلنا موجودة بتبقى كبيرة في الاطفال لكنها بتبدأ تدمر وتصغر عند البلوغ او بعد مرحلة الايه؟ البلوغ قلنا الغدة التيموسية بتوجد داخل القفص الايه؟ الصدري في الاطفال قلنا بتبقى كبيرة داخل القفص الصدري وراء القلب على القصبة الهوائية خلف عظمة القص أو فوق القلب خلف عظمة القص يبقى أين تقع الغدة التيموسية توجد في القفص الصدري فوق القلب وراء عظمة القص على طول على القصبة الهوائية بتاعتك الغدة التيموسية بتفرز هرمون مهم جداً اسمه هرمون التيموسين من اسمها يبقى الغدة التيموسية بتفرز هرمون اسمه هرمون الايه؟ تيموسين لم نين اكتبه؟ بيكتب بالمنظر ده طيب هرمون التيموسين ده بيعمل ايه بقى؟ قالك هذا الهرمون بيحفز نضج الخلايا الجزعية الى نوع من الخلايا اللي مفاوية اسمها الخلايا التائية والخلايا التائية بيرمز اليها بالرمز تي سيلز بنسميها ايه بقى تي سيلز اللي الخلايا الايه؟ تائية يبقى ليس منها تائية؟ نسبة الى هرمون تيموسين هو ده اللي بيكون الخلايا الايه؟ التائية بيعمل نضج وتمايز الخلايا الجزعية ايه ده الخلايا التائية يعني ايه الجملة؟ يعني ايه كلمة تحويل ونضج الخلايا الجزعية ايه ده الخلايا التائية؟ خلي بالك احنا قلنا منشأ كل كرات الدم هي نخاعل ايه؟ العظام نخاعل عظام في بداية تكوين كرات الدم سواء الحمراء او البيضاء او الصفاحة الدموي بتبقى جميع كرات الدم كلها شبه بعض بتبقى كلها خلايا صغنونة كده هؤ شبه بعض غير متخصصة كلهم شبه بعض غير متخصصة هذه الخلايا الصغيرة اللي كلها شبه بعض وغير متخصصة اللي بتنشأ داخل نخاع العظام هي دي الخلايا الجزعية يبقى تبدأ كرات الدم كلها بخلايا صغيرة غير متخصصة اسمها خلايا جزعية صغيرة بعد شوية جوة نخاع العزام جزء من الخلايا الجزعية دي هيبدأ يكبر وينضج ويتحول لكرة دم حمراء جزء آخر من الخلايا الجزعية هينضج إلى كرة الدم البيضاء جزء آخر من الخلايا الجزعية هينضج إلى الصفائح الدموية يبقى كل كرات الدم أساسها خلايا جزعية في إيه بقى جزء آخر؟ من الخلايا الجزعية هيطلع من نخاع العزام يروح للغدة التيموسية يبقى فيه جزء من الخلايا الجزعية هيسيب نخاع العزام زي ما هو كده في صورة خلايا جزعية وينزل للغدة التيموسية الخلايا الجزعية بقى اللي هتروح للغدة التيموسية هيفرز عليها هورموني التيموسين فتبدأ تندج وتتحول إلى الخلايا التائية وتتمايز إلى الخلايا أو أنواع الخلايا التائية زي ما هنشوفها كمان شوان فهمنا بقى كلمة خلايا جزعية تتحول لخلايا تائية عن طريق هرموني تيموسين عشان يسميناها T-cells نسبة إلى هرموني تيموسين جميل يبقى لما أقول لك أذكر مكان وظيفة الغدة تيموسين يبقى توجد في القفص الصدري فوق القلب خلف عظمة القص على القصبة الهوائية وظيفتها بتفرز هرمون تيموسين الذي يحفز تحويل ونضج وتمايز الخلايا الجزعية إلى الخلايا التائية اللينفوية كويس رقم ثلاثة في الأعضاء اللينفوية اللوز اللوزتان اللوزتان هي عقدتان لنفويتان على جانبي الفم من الخلف هنا كده على جانبي الفم من الإيه؟ من الخلف اللوز عاملين زي أسدين أصر النيل بالظبط أسدين أصر النيل بيعملوا إيه بقى؟ بيلطقتوا أي مايكروب يدخل مع الهواء أو الغذاء يبقى أي مايكروب داخل من بقة كده بعدي سواء بقى مع الأكل أو مع الهواء بتبدأ العقد بتاعة اللوزتان تلطقت المايكروب وتدمر إيه؟ المايكروب لأنها بتختزن كرات الدم البيضاء اللي هي الخلايا اللينفوية والخلايا البلعمية الكبيرة اللي هي بتلتهم المايكروبات امتى بابتشي اللوز لو حصل التهاب قوي في اللوز وبدأت اللوز هنا هو تطلع أجسام مضادة تهاجم بعض خلايا الجسم السليمة طلعت مواد مناعية زي أجسام مضادة كده تهاجم خلايا الجسم السليمة فتعمل لك بقى حمى روماتوزمية على المفاصل تعمل في القلب صوامات القلب بتتأثر تعمل في الكليا لو أثرت بقى الحاجات دي بتاعت اللوز على الكليا والمفاصل وصوامات القلب هنا في الحالة دي بقى بنتطر نشيل اللوز ودي بتحصل مع كفرة الالتهابات بتاعت اللوزاتين زيها بالظبط الرغم لسه معرفوش يعني بالظبط الأساس بتاعها هي بقع باير بقع ايه باير او بنسميها لطع باير ايه لطع باير دي كنا خدنا احنا في تانية سنوي الأمعاء الدقيقة بالمنظر ده فالعلماء اكتشفوا ان الغشاء المخاطي المبطن للأمعاء الدقيقة من اسفل جزء السفلي من الأمعاء الدقيقة بيبقى فيه لطع كده زي كده ايه بطشة كده لونها أحمر مثلا زي ما انت شايف كده حاجات كده لونها أحمر كده بقع كده متنطورة لونها ايه أحمر زي ما انت شايف كده في الأمعاء الدقيقة يبقى في الجزء السفلي من الأمعاء الدقيقة بتوجد بوع اسمها بوع ايه بقى باير ودي تجمع من الخلايا اللينفوية بتبقى عاملة كده منتشرة في سورة بوع أو لطع كده في الجزء السفلي من الغشاء المخاطي الأمعاء الايه الدقيقة زي ما اللوز بتلتقط اي مايكروب بيدخل عن طريق الفم برضو بقع باير هنا بتلتقط اي عدوى او اي مايكروب بيصل الى الأمعاء الايه الدقيقة جميل الطحال عضو اليمفاوي مهم جدا موجود فين الطحال بقى قالك في الجانب العلوي الأيصر من البطن تاني يبقى في الجانب العلوي الأيصر من البطن يعني في بطنك من فوق نحن لايه الشمال خلي بالك اليمين بيوجد الكبد يا عرب بقى دينيتك فيه تمام الكبد هو اليمين والطحال هو اللي ايه هو اللي الشمال عبارة عن عضو اليمفاوي صغير قالك في حجم قبضة اليد يعني هو قبضة الإيد ده إنه هو القلب لكن الطحال بيبقى عامل كده يعني يكف إيدك كده هو التقريبا يعني لكن هو مكتوبة قبضة الإيه اليد فإحنا هنلتزم بقبضة الإيه اليد كويس الطحال لونه أحمر قاتم عضو لونه أحمر إيه قاتم أحمر غامي جدا إذن أين يقع الطحال في الجانب العلوي الأيصر من تجويف البطن لونه أحمر قاتم في حجم قبضة اليد وده عضو لنفاوي صغير الطحال يعتبر مخزن للخلايا اللينفاوية اللي احنا هناخدها إن شاء الله كمان شوية ومخزن آخ أيضا للخلايا البلعمية الكبيرة وتعتبر وظيفة الطحال اللي بيقوم بها فعليا هي الخلايا البلعمية الكبيرة يعني يعني الكلام ده هو الطحال كان بيعمل خلي بالك عايزة طالب احنا سمينا الطحال في تانية سنوي مقبرة الجسم الطحال مقبرة الجسم يعني إيه لو تفتكر كرات الدم الحمراء المسنة أو الهارمة لو تفتكر قلناك في تانية سنوي إن كرات الدم الحمراء عمرها الافتراضي 120 يوم 14 شهر بتتكون من نخيع العظام تفضل عايشة لفترة زمانية عمرها الافتراضي أربع شهور أو 120 يوم بعد الأربع شهور كل كرات الدم الحمراء المسنة اللي كبرت في السن بقى بتروح تتكسر داخل ايه الطحال وتتدفن داخل الطحال من الذي يلتهم هذه الكرات المسنة ويبدأ يفتتها ويبدأ يكلع منها مواد أولية بسيطة هي الخلايا البلعمية الكبيرة داخل ايه الطحال يبقى الطحال بيعمل يبقى بيبدأ ياخد الكرات المسنة زي كرات الدم الحمراء بياخد الخلايا الميتة اللي موجودة في جسمك لو في باكتيريا ميتة لو في كرات دم بيضة ميتة أثناء المعركة اللي بتحصل بين كرات الدم البيضة والمايكروبز ده بيلم برضو الخلايا الايه الميتة كلها بياخد الأجسام الغريبة زي المايكروبز تمام يبدأ يلتهمها بعملية اسمها عملية البلعمة عملية ايه البلعمة لأنها بتيجي من الخلايا البلعمية الايه بقى الكبيرة يبقى الذي يلتهم كل هذه المواد داخل الطحال هو الخلايا البلعمية الكبيرة بخاصية اسمها خاصية الايه البلعمة خلي بقى لك بقى لو دي كده الخلايا البلعمية الكبيرة وأدي النواة بتاعتها لما الخلايا البلعمية بتبدأ تبتلع المايكروب بالمنظر ده بعملية البلعمة أو تبتلع كرات الدم الحمراء المسنة أو الهارمة بخاصية البلعمة الخلايا البلعمية الكبيرة ربنا خلق جواها أكياس وغنونة كده هو اللي احنا خدناها في قولها سنة ويبقى اسمها لايسوسومات اسمها ايه؟ لايسوسومات وقلنا كلمة لايسوسومات معناها أكسام محللة حتى لو نيجي انترجمها كده كلمة لايسو جاية من فيرب لايسس ولايسس يعني يحلل أو يهضم لايسس يعني ايه؟ يحلل أو يهضم إذن الليسوسومات هي أكسام محللة أو أكسام ايه؟ هاضمة لأنها تحتوي على انزيمات تحلل المايكروبات وتحلل الخلايا المسنة زي كرات الدم الحمراء المسنة أو الهارمة وتبدأ تفتتها إلى مكوناتها الأولية الايه البسيطة وتقضي عليها يبقى من الذي يقوم فعليا بالوظيفة داخل التحال الخلايا البلعمية الايه الكبيرة الخلايا البلعمية الايه الكبيرة لأن لها قدرة على ابتلاع المايكروبات والأكسام الغريبة والخلايا المسنة زي كرات الدم الحمراء بخصية اسمها خصية البلعمة وتحليل هذه المواد إلى مكوناتها الأولية البسيطة عن طريق انزيمات الايه؟ الليسوسومات جميل بالمرة ربنا خلق في جسمنا نعين من الخلايا البلعمية إما خلايا بلعمية سابتة وإما خلايا بلعمية دوارة أو جوالة خلايا بلعمية ايه؟ سابتة دي خلايا بلعمية ايه؟ دوارة أو جوالة ما معنى كلمة خلايا بلعمية سابتة؟ قالك دي خلايا بلعمية سابتة جوه الأنسجة والأعضاء دي سابتة أعضاء جوه ودي لها عدة أسماء بتختلف حسب نوع النسيج كنا خدنا احنا عندنا أربع أنسيجة في جسمنا خلي بالك النسيج الطلاقي والنسيج الضام والنسيج العضلي والنسيج العصبي مش كده؟ لو خلايا بالعمية جوه النسيج الطلاقي أسميها خلايا بالعمية طلاقي خلايا بالعمية جوه النسيج الضام خلايا بالعمية ضمة وهكذا يبقى الخلايا بالعمية السبتة دي توجد داخل الأنسيجة والأعضاء ودي لها عدة أسماء حسب نوعي لإيه؟ النسيج اللي هي قاعدة جوال خلايا البلعمية الضوارة او الجوالة دي بتلف والدور تتجول في الدم ودي لها اسمه واحد الضوارة او الجوالة لانها بتجول فين؟ في الدم كلاهما السبتة والضوارة كلاهما نفس الوظيفة بيعملوا ايه؟ التهام المايكروبات او الخلايا المسنة او الخلايا الميتة عن طريق خاصية البلعمة ثم تحليل المايكروب والخلايا المسنة الى وتفتتها الى مكوناتها الاولية البسيطة عن طريق انزيمات الايه؟ اللايسوسومات والتخلص منها انما الدوارة لها بقى وظيفة اضافية هتعمل ايه؟ انها بعد ما بتحلل المايكروب وتبدأ تفتته الى اجزاء بسيطة بتبدأ تدرس الاجزاء البسيطة بتاعت المايكروب بتبدأ تدرس خصائصه ايه؟ وتبدأ تجمع عنه معلومات تبدأ تدون كده معلومات عن هذا المايكروب بتعرف الخصائص بتاعته وتبدأ تجمع عنه معلومات ثم تبدأ تعرض هذه المعلومات على السطح الخارجي بتاعها وكأنها بتفضح المايكروب بقى انا فيه مايكروب في الجسم خصائصه كذا وكذا 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 طب لما بتجي بتعرض هي خلي بالك دي دوارة يعني ماشي فين؟ في الدم مين بقى شايفها؟ جميع الخلايا المناعية المتخصصة شايف المعلومات عن هذا المايكروب وهو على سطح الخلايا البلعمية الكبيرة فلما الخلايا المناعية المتخصصة تبدأ تشوف هذه المعلومات هتبدأ تشوف المعلومات حول هذا المايكروب واتطلع الوسيلة المناسبة للقضاء على هذا المايكروب حسب المعلومات المتاحة على سطح الخلايا البلعمية الكبيرة يبقى انا مش بادمر المايكروب بأي حاجة وخلاص لا ده انا بادمر كل مايكروب حسب المعلومات المتاحة اللي عندي لهذا المايكروب مين اللي درس بقى المايكروب وعرض المعلومات عن هذا المايكروب على السطح الخارجي بتاعه هي الخلايا البلعمية الكبيرة الدوارة او الايه؟ او الجوالة لان عندها جهاز عرض هناخده كمان شوية ان شاء الله اللي هو الجهاز اللي بيعرض المعلومات على السطح الايه؟ الخارجي يبقى ما هي انواع الخلايا البلعمية الكبيرة؟ يبقى عندك كم نوع؟ اتنين سبتة وإيه؟ ودوارة السبتة والدوارة كلاهما بيلتهم المايكروب أو الخلايا المسنة أو الخلايا الميتة والأجسام الغريبة عن طريق خاصية البلعمة ثم تفتيت المايكروب إلى مكونات الأولية البسيطة والتخلص منه عن طريق إنزيمات اللايسوسوم الخلايا البلعمية الدوارة هتدرس المايكروب كويس وتجمع معلومات حول المايكروب وتعرضه على السطح الخارجي لتتمكن الخلايا المناعية المتخصصة من التعرف على المعلومات حول هذا المايكروب وتقوم بتكوين المواد اللازمة للقضاء على المايكروب وفقا لهذه المعلومات جميل يبقى على أعضاء اللينفوي أول واحدة نخاع العظام الأحمر تاني واحدة الغدة تيموسية تالت واحدة اللوزتان رابع واحدة بوأعباير خامس واحدة اللي هي الطحال وسمنا الطحال مقبرة الجسد مخزن للخلايا اللينفوية والخلايا البلعمية الكبيرة اللي بتقوم بالوظيفة داخل الطحال آخر حاجة بقى في الأعضاء اللينفوية هي العقد اللينفوية وانا بعتبر ان العقد اللينفوية هي أهم مخزن للخلايا اللينفوية والخلايا البلعمية الكبيرة داخل الجسم ليه؟ لأن العقد اللينفوية بتنتشر في كل أجزاء جسمك مفيش منطقة في جسمك مفيش عقد اللينفوية عارف انت العقد اللينفوية دي اللي احنا بنسميها بالبلدي كده الحيل لما واحد يجيله جرح في إيده مثلاً تعويرة يلاقي كده اطلق له كل كيعة كده تحت القبط يقولك ده فيه حيل تحت القبط هنا أو كلنا بيجينا برد بقى ولوز وبتاعنا مع التهاب الزور بتاعنا والتهاب اللوز بتحس تحت الفك السفلي فيه هنا كور صغنونة موجودة هنا مش كده؟ الكور الصغيرة دي اللي انت بتحسها مع التهاب الحل أو اللوز والكلام ده هي العقد اللينفوية اللي موجودة تحت الفك السفلي إذا العقد اللينفوية بتنتشر في الجسم كل ممكن لها في العنق تحت القبط في الفخد هنا هو أعلى الفخدين من هنا في البطن جوه حول الرئتين بتوجد جميع الأعضاء بتاع الجسمك حواليها عقد اللينفوية العقد اللينفوية بتختزن الخلايا اللينفوية البقية والتقية زي ما هناخد كمان شوية كما تختزن الخلايا البلعمية الكبيرة عشان لو دخل أي مايكروب من أي حتة المغزن ده يبدأ يطلع الخلايا الليمفاوية والخلايا البلعمية للقضاء على هذا المايكروب ومنع انتشاري لإيه المايكروب بيختلف حجم العقد الليمفاوية من رأس دبوس صغير قوي إلى بزرة فول حسب بقى المكان بتاعها وحسب الطبيعة بتاعتها لما نجي نشوف تركيب العقدة الليمفاوية لها رسمة مهمة جداً لها تشريح أو تركيب العقدة لإيه الليمفاوية منطقة البساطة هنرسم العقدة الليمفاوية إزاي بنعمل رسمة بسيطة كده تمام ده الغشاء الخارجي بتاعها الغشاء الداخلي فاكر أنت الميت كوندريا بتاعت زمان كان فيه غشاء كده داخلي به التواءات اللي هي الرفوف والأعراف هو شبهه تقريباً إلى حد ما يعني عشان تفتكر بيها قادي الغشاء أهو فيه زوائد كده ممتدة بهذا المنظر تمام؟ يبقى الغشاء من بره ده بنسميه الكابسولة أو المحفظة الحاجات الممتدة دي بنسميها حواجز لأنها بتفصل الحاجات دي كده عن بعضها خلاص؟ الأماكن دي بنسميها جيوب هذه الجيوب بتحتوي على الخلايا اللينفاوية والخلايا البلعمية الكبيرة طبعاً الخلايا اللينفاوية نوعين زي ما ناخده كمان شوية خلايا باقية وخلايا تاقية هناخدها كمان شوية إن شاء الله تمام؟ الخلايا اللينفاوية بترتب على صورة مسلسات طبعاً عاملة كده زي شوية المسلسات كده تمام؟ مسلسات بالمنظر دهو بتبقى مترتبة في جوه الجيوب بتاعة العقد اللينفاوية تمام؟ تمام كل عقدة بقى داخل لها شريان زي أي عضو في جسمك داخل شريان أهو خلاص ودي اتجاه الدم داخل هنا أهو وطالع من ناحية التانية وريد زي أي عضو برضو داخل شريان وطالع إيه؟ وريد ده اتجاه الدم كده طالع يبدوّد الوريد أي عودة لينفاوية بيدخل منها أوعية لينفاوية؟ ده السمام ودي الوعاء اللينفاوي اللينف داخل كده هنا برضو داخل وعاء لينفاوي أهو وهنا داخل وعاء لينفاوي كده الوعاء اللينفاوي ده بيطلق عليه وعاء لينفاوي وارد بيرد إلى العقدة يعني داخل جوه العقدة بينما بيطلع من العقدة اللينفاوية من الناحية التانية وعاء كبير طالع باللينف كده ده وعاء لينفاوي صادر من العقدة لو أنت ملاحظين أي تركيب العقدة اللينفاوية محاطة بغشاء يسمى محفظة فيها حواجز بتفصل ما بين الجيوب التي تختزن الخلايا المناعية خلايا اللينفاوية الباقية والتائية والخلايا البلعامية الكبيرة كل عقدة داخل فيها الشريان وتغذية بتاعتها اللاكسوشين والغذاء العقدة اللينفاوية الوحدة بتتصل بها عدة أوعية لينفاوية واردة من أعضاء جسمك من أعضاء لإيه؟ الجسم يبقى أنا عندي عقدة أنا في البطن مثلا ففيه عقل ينفاوي طالع من المعدة وعقل ينفاوي طالع من الكبد وعقل ينفاوي طالع من الأمعاء الثلاث أوعية دول مثلا محملين بالخلايا المسنة محملين بالخلايا الميتة محملين بالمايكروب في اللينف بتاعهم فيبدأ الأوعية اللينفاوية المحملة بقى بالخلايا المسنة والخلايا الميتة والأجسام الغريبة تدخل من الأعضاء إلى داخل العقدة اللينفاوية لما اللينف يدخل جوه العقدة اللينفاوية هتعمل الخلايا المناعية خاصة الخلايا البلعامية الكبيرة على التهام هذه الخلايا المسنة والأجسام الغريبة وتفتتها لتنقية اللمف من الجراثيم والمايكروبس بعد اللمف اللي دخل ده ما نبدأ ناخد منه بقى الجراثيم والمايكروبات والخلايا المسنة هيبقى اللمف هنا نظيف فانطلعوا في وعاء لنفاوي واحد كبير هو الوعاء اللمفاوي الصادر من العقدة اللمفاوية وكأن العقدة اللمفاوية بتجمع اللمف من أعضاء جسمك المحمل بقى بالجراثيم والمايكروبات والأجسام الغريبة والأجسام المسنة خلايا المسنة وتبدأ تنظفه عن طريق الخلايا البلعمية الكبيرة والخلايا المناعية عشان يطلع اللمف نظيف بعد كده في الوعاء اللمفاوي الصادر عشان كده من وظائف العقدة اللمفاوية هي تنقية اللمف من الجراثيم والمايكروبات والأجسام الغريبة والمسنة حاجة الأهم تخزين الخلايا المناعية زي الخلايا البلعمية الكبيرة والخلايا الليمفاوية الباقية والإيه والتاقية جميل كده يبقى احنا اتكلمنا على كل الأعضاء الليمفاوية في جسمك اللي هي نخاع العظام الأحمر الغدة التيموسية اللوزتان بوعبير الطحال والعقد الليمفاوية وشفنا كل واحد مكانه فين ووظيفته إيه بالزبط وإيه دوره في الجهاز المناعي طيب بالمناسبة واحد يقول لك طب إحنا شانين لوز بالمناسبة هل هنتضرف حاجة؟ لا تقول إزاي؟ مش دي بتلتقط العدوى؟ آه أنت ما تقدرش تشيل حاجتين لنخاع العظام ولا الغدة التيموسية ليه؟ لأن دون يعتبروا مصانع إنتاج كرات مهمة جدا يعني نخاع العظام بيكون كل الكرات الحمراء بيضاء والصفائح ما ينفعش عيش بجر نخاع عظام ما ينفعش الغدة التيموسية هي اللي بتكون الخلايا التائية وبتعمل لها التمايز ونضج ما ينفعش عيش بجر غدة تيموسية من غير تيموسين ما ينفعش إذن البصانع المنتجة زي النخاع والغدة التيموسية ما أقدرش عيش من غيرها لكن اللوز وباير والطحال والعقد اللينفوية دي مخازن للخلايا اللينفوية والبلعمية فلو أنا شلت مخزن طب ما فيه مخزن تاني موجود ما نسمع أن واحد شار الطحال مش كده أقول إيه؟ لقد ده حصل حدثة وحصل تهتك في الطحال وشلنا الطحال خلص الطحال يتشال ده بيعيش ولا بيموت بيفضل عايش ومش مشكلة خالص آه بيأخذ بوقت حياة ومدى الحياة الأسبن والبنسلين فيه والحاجات دي مدى الحياة لكن عايش ما عندهش مشاكل ومشكلة خالص ليه؟ ده مخزن من ضمن المخازن فلو فيه مخزن يتشال أنا عندي مخزن تاني موجود وصلت الفكرة فاللوز تعتبر ايه؟ مخزن لو تشال يتفيه مخزن تانية موجودة وزيه منتلك العقد اللينفوية مخزن منتشرة في كل أجزاء إيه؟ الجسم تمام كده احنا شوفنا الرسمة أعتقد رسمة سهلة بتاعت العقدة اللينفوية ما فيهاش اي مشكلة على الإطلاق طيب تعالا بقى نروح ليه جزء مهم جدا خلايا مناعية متخصصة مهمة تعتبر أهم خلايا في المناعة الخلايا اللينفوية وقلنا دي نوع من أنواع كرات الدم البيضة زيها زي الخلايا البلعمية أيضا نوع من أنواع كرات الدم البيضة طيب واحدة واحدة بقى شرح الخلايا اللينفوية الخلايا اللينفوية قلنا هي نوع من أنواع كرات الدم البيضة تقريبا بتمثل من 20% لـ 30% من كرات الدم البيضة من 20% لـ 30% كرات الدم إيه؟ بيضة الخلايا اللينفوية بتتكون تنشأ وتنضج وتتميز داخل الأعضاء اللينفوية زي نخاع العظام والغدة التيموسية بتنقسم الخلايا اللينفوية إلى ثلاث أنواع الخلايا البائية اللي أنا بسميها B-Cells والخلايا التائية اللي أنا بسميها T-Cells والخلايا القاتلة الطبيعية أو الطبيعية القاتلة لـ Natural Killer Cells طبعا Natural طبيعي كيلر يعني قاتلة يبقى أنت عندك كم نوع من خلايا اللينفوية في جسمك؟ ثلاث أنواع والخلايا اللينفوية من 20% لـ 30% من كرات الدم الإيه؟ البيضة الخلايا البائية والخلايا التائية والإنكي الخلايا البائية تنشأ وتنضج داخل نخاع العظام يبقى المنشأ والنضج في نخاع العظام الخلايا الإنكي تنشأ وتنضج أيضا في نخاع العظام إنما التائية تنشأ من نخاع العظام على صورة خلايا تمام جزعية وتنضج داخل الغدة التيموسية عن طريق هرموني الإيه؟ التيموسين كويس الخلايا البائية نسبتها المقاوية من 10% إلى 15% من الخلايا اللينفاوية مش من كرة دم البيضة من خلايا اللينفاوية الانكي من 5% إلى 10% من الخلايا اللينفاوية المعلم بقى التائية 80% من الخلايا اللينفاوية يبقى الخلايا البائية من 10% إلى 15% التائية 80% الانكي خمسة العشر البائية والانكي من نخاع العظام منشأ ونضج إنما التائية الوحيدة اللي بتنشأ من نخاع وتنضج في الغدة التيموسية عن طريق هرموني الإيه؟ التيموسين التلاتة بقى بيتعرفوا على المايكروب ويهجموا المايكروبات والأجسام الغريبة ويبدأوا يطلعوا المواد المتخصصة للقضاء على الجسم الغريب حسب المعلومات الإيه؟ المتاحة عن هذا الجسم الغريب كويس تعالوا نشوف البائية بتعمل ايه؟ البائية بتعمل ايه؟ دي بتموت المايكروب بطريقة جميلة أوز ولننا كده؟ افهمها واحدة الخلاة البائية بتخرج من نقاع العفام ناضجة ولا مش ناضجة؟ ناضجة متقصصة بائية خارجة بائية متقصصة في مقاومة المايكروب تقوم ماشية في الدم تدور على المايكروب لغاية ما تلاقي مايكروب تقوم رايحة تتعرف على المايكروب تتعرف على المايكروب بتتعرف على المايكروب بطريقة هناخدها كمان شوية ثم تروح تلتصق بسطح المايكروب والخائية الباقية تتعرف الأول ثم تلزق في سطح وكانها بتثبت المايكروب مكانه انت راح فين ما تمشيش بقى خليك هنا خلاص طيب بعد كده من غير المايكروب ما يحس تبدأ تتكاثر حول المايكروب يبقى تعرفت وسبتته لزقت ثم تبدأ تتكاثر حول المايكروب بعد كده تبدأ تنشط فتتحول إلى خلايا نشيطة تفرز الأجسام المضادة للقضاء على هذا المايكروب يبقى من الذي يفرز الأجسام المضادة الخلايا الباقية طبعا التفاصيل دي كلها هناخدها بقى واحدة واحدة في حاجة اسمها المناعة الخلطية في آخر حتة في المناعة بس انا بقولك كده بصفة عامة يبقى الخلايا الباقية بتعمل ايه بتتعرف ثم تلتسق تتكاثر حول المايكروب تنشط تفرز أجسام مضادة تقضي على المايكروب جميل خلايا الانكي قاتلة طبيعية دي موجودة في الدم تطلع من نقاط العظام ماشية في الدم بقى بتعمل الانكي ديات قالك بتتعرف على الأجسام الغريبة في الدم زي يئمة مايكروب يئمة خلايا سرطانية لقدر الله في الدم يئمة خلايا مصابة بالفيروسات يبقى الانكي بتتعرف على كم نوع من الخلايا تلت حاجات أجسام الغريبة تلت أنواع مايكروبات خلايا سرطانية خلايا مصابة لان بالفيروس هل بقى الانكي ماشية في الدم كده لا يا الخلايا دي جاية تروح بقى تتعرف وتلزق لا 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 خالص الانكي عارف انت زي ايه يقولك راعي البقر في الأمريكان جان شوت يعني ايه جان شوت طلع كده مسدس وتموت العدو من بعيد التمويت الخلايا دهيات من بعيد هيتم عن طريق إفراز انزيمات قاتلة انزيمات ايه قاتلة يبقى الانكي ماشية لقيت جسم غريب ماشي مش هتروح بقى لي لا لا من بعيد لبقى كده هتفرز عليه انزيمات ايه قاتلة تدمر هذا الجسم الغريب يقى المايكروب او خلايا السرطانية او خلايا مصابة ايه بالفيروس يبقى الخلايا الباقية بتموت عن طريق ايه اجسام مضادة خلايا الانكي هتموت عن طريق ايه انزيمات قاتلة فهمنا؟ صعبة؟ طيب نيجي بقى للمعلم الخلايا التاقي الخلايا التاقي ايه قلنا هي الخلايا الوحيدة اللي بتنشأ في النقاع العظام وتندق في الجدة التيموسية ونسبتها 80% من الخلايا اللي انفاوية هرمون التيموسين بيعمل ايه بقى؟ بيخلي الخلايا الجزعية تنمو وتندق الى الخلايا التاقي ثم يعمل تمايز للخلايا التاقية الى ثلاث انواع يعني ان عندي ثلاث انواع من الخلايا التاقية اول واحدة اسمها تي هيلبر اتش هيلبر يعني مساعدة فاطلقنا تي اتش هيلبر مساعدة تاني واحدة اسمها تي سايتوتوكسك سي سي نسبة الى سايتوتوكسك يعني سامة او قاتلة تالت واحدة تي سابريسور اس سابريس يعني يثبت يبقى دي خلايا تاقية مثبتة او كابحة كلمة كابحة يعني تكبح تفرمل جامل مكابح لا الفرامل تقاط العربية تاني يبقى ما هي انواع الخلايا التاقية اللينفاوية ي تي اتش مساعدة ي تاقية سامة تي سي ي تاقية مثبتة تي اس كل واحدة من اسمها تاقية مساعدة الله من اسمها ليس بميتها مساعدة قالك لانها تساعد بالبلد كده اخوتها وبنت عمها اخوتها وايه وبنت عمها يعني مين اخوتها والله التي اتش اخوتها مين التي سي والتي اس يبقى الخلايا التائية المساعدة بتنشط الخلايا التائية الأخرى للقيام بمهمتها طب مين بنتعمها بقى الخلايا الإيه الباقية مش أنا أقولتلك من شوية إن الخلايا الباقية لما بتلتصق بالمايكروب بتنشط لإفراز الأجسام المضادة مين اللي هينشط الخلايا الباقية لإفراز الأجسام المضادة هي الـ TH زي ما هناخد تفصيليا في المناعة الحلطية إن شاء الله يبقى ما هي وظفة الـ TH بقى بتساعد الخلايا التائية الأخرى بتنشطها كما تنشط الخلايا الباقية لإفراز الأجسام المضاد طيب تائية السمة تعتبر دي أهم خلية في المناعة الخلوية ليه بقى؟ لأن لما TH هتنشط التائية السمة التائية السمة بتهاجم الأجسام الغريبة أربع حاجات يتهاجم المايكروب أي مايكروب جوه الأنسجة والأعضاء يتهاجم الخلايا السرطانية لقدر الله واحد عنده سرطان في المعدة ولا حاجة تروح تهاجمه جوه المعدة يتهاجم خلايا مصابة بالفيروسات واحد عنده اتهاب كبدي وباقي فيروسي في الكبد تروح تهاجمه جوه الكبد يتهاجم أعضاء مزروعة وإندي تعتبر مش حاجة حلو عضو مزروعة كليا مزروعة لا تقياس السمة بتروح تهاجمها لأنها بتعتبر هذا العضو المزروع جسم غريب عشان كده أخطر مرحلة في مرحلة زرع الأعضاء إيه أول شهر شهرين من عملية الزرع لأن لازم ندي أدوية مثبتة للجهاز المناعي خاصة مثبتة للتقية السمة عشان ما تشتغلش لأن لو دي اشتغلت هتروح تهاجم الأعضاء المزروعة وتدمرها كده عملش حمل إيه ما عملش حاجة إذا لازم أدي أدوية مثبتة للجهاز المناعي فهنا بيحصل للأسف بيحصل خلل في وظائف الجهاز المناعي لو دخل فيروس ضعيف أو أي مايكروب ضعيف قد يؤثر على جسم الإنسان يعمل له التهاب قوي جدا عشان كده لازم نحط المريض هنا ببيئة معقمة مهمة قوي نحط ببيئة معقمة حتى ممنوع الزيارة أساسا عشان ما يلقودش أي عدوى لأنه عنده مشكلة في الجهاز المناعي عنده تثبيت في الجهاز الإيه المناعي لغاية ما جسمك يتكيف ويتعود مع العضو الإيه المزروع لو جسمنا تعود على العضو المزروع خلايا التهاية السمى مش هتهجمه بعد كده في الخطورة كلها أول شهر أو شهرين بس بعد عملية الزرع تمام يبقى أنت براحل دلوقتي واحد أحد دلوقتي عمال يقولي الله طب أنت قلت دلوقتي أن الـ NK بتهاجم مايكروب وخلايا سرطانية ومصابف فيروس بينما التهاية السمى بتهاجم مايكروب سرطانية ومصابف فيروس برضه طب ما هو ما نفس الكلام؟ أقول لك أهو التهاية السمى بتهاجم جوه الخلايا والأنسجة لكن الـ NK بتهاجم في الدم تمام؟ دي بتهاجم عن طريق سموم لينفاوية التهاية السمى بتضمر الأجسام الغريبة عن طريق إيه؟ سموم لينفاوية إنما الـ NK بتضمر عن طريق إيه؟ إنزيمات قاتلة إذاً فيه فرق هنا بين طريقة التدمير كمان خلي بالك إن التهاية السمى بتهاجم أعضاء مزروعة إنما الـ NK لا تهاجم أعضاء مزروعة ملاش ده عضو؟ لما فيش عضو مزروعة في الدم عضو المزروع ده جوه الأنسجة والأعضاء مش كده وده عضو؟ فيش عضو ماشي في الدم مش كده؟ تمام؟ تيمي يبقى ما هي وظائف التهاية؟ أو ما هي أنواع الخلايا التهاية؟ TH تهاية مساعدة تهاية سمى اللي هي بتهاجم الأجسام الغريبة على صورة مايكروبات خلايا سرطانية خلايا مصابة بالفيروس والأعضاء المزروعة وخلايا تهاية مثبتة إيه بقى التهاية المثبتة دي اللي هتفرمل؟ قال لك دي اللي بتنظم درجة الاستجابة المناعية إلى الحد المطلوب يعني إيه الجملة دي؟ إيه الحد المطلوب من الجهاز المناعي؟ القضاء على المايكروب والأجسام الغريبة؟ طيب أنا قضيت على المايكروب يئمة بالباقية يئمة بالتهاية السمى مش كده؟ قضيت على المايكروب بعد القضاء على المايكروب هل بقى الباقية تستمر في إفراز الأجسام المضادة؟ والتهاية السمى تستمر في إفراز السوم اللينفاوية؟ والTH تفضل ترشتهم على طول؟ خلاص مرة قضيت على المايكروب خلاص لو استمر إفراز هذه المواد بعد القضاء على المايكروب هتؤثر على خلايا الجسم السليمة وتبدأ تعمل لي أمراض مناعية نسمع دلوقتي حاجة اسمها الأمراض المناعية زي إيه الزئب الحمرة الروماطايد الروماتيزم كل دي أمراض مناعية سببها خلل في الجهاز المناعي هنا بقى الـ T-S بتعمل إيه بقى بعد القضاء على المايكروب بيزداد عدد الـ T-S لتثبيت وفرمالة الخلايا المناعية حيث تمنع وتوقف إفراز الأجسام المضادة وتوقف إفراز الصموم اللينفوية من خلايا التقيية الإيه السمة بعد القضاء على المايكروب حتى لا تؤثر على أنسية الجسم الإيه السليمة إذن لما أقول لك ما هي الخلايا اللينفوية بها هتقول لي خلايا مناعية متخصصة تمثل 20-30% من كرات الدم البيضاء تنقسم أو تتكون وتندق داخل الأعضاء اللينفوية نقاعة العظام والغدة التيموسية وتخزن أيضا في الأعضاء اللينفوية الأخرى المخازن اللي قلنا عليها تنقسم إلى ثلاث أنواع خلايا البائية والخلايا التائية والخلايا الـ N-K قاتلة الطبيعية البائية 10-15% تنشأ تتكون وتندق في نقاعة العظام N-K 15 تنشأ وتندق في نقاعة العظام تائية 80% تنشأ من نقاعة وتندق في الغدة التيموسية وتتمايز أتات أنواع TH و T-C سمة و T-S مثبتة أو كابحة جميل رقم ثلاثة في الجهاز المناعي الخلايا البلعامية الكبيرة ودي كلمنا عليها لها السبتة و الدوارة كلمنا عليها من شوية لما كلمنا على الطحل رقم أربعة في الجهاز المناعي وهي خلايا الدم البيضاء الأخرى قرات الدم البيضاء الأخرى دي قرات دم بيضاء غير الخلايا اللينفوية والخلايا البلعامية أربعة كرات الدم البيضاء الأخرى ونقول أربعة أنواع بنسميهم كرات الدم البيضاء المحببة بتحتوي على حبيبات خلي بالك الخلالة المفاوية كرات الدم بيضاء غير محببة ما فيقاش حبيبات ما فيقاش إيه؟ حبيبات لكن دي محببة تحتوي على حبيبات والله حسب بقى لون الحبيبات وشكل النواة بنفرقهم عن بعض لو قرات الدم البيضاء عاملة كده تمام؟ حبيبات بتاعتها متعادلة ما لاش لون يعني شفافة وبتحتوي على أكثر من نواة بالمنظر ده فيطلق عليها خلايا متعادلة عديدة الأنوان متعادلة لأن الحبيبات لا بتحمر عباد الشمس ولا بتزرع عباد الشمس متعادلة حبيبات متعادلة عددت الأنوية في أكثر من نواة طيب لو الكورة عاملة كده والحبيبات بتاعتها لونها أحمر بتحمر عباد الشمس وإنها بتاعتها شبه حدوة الحصان كده دي بسميها كرات الدم البيضاء الحامضية ليه سميتها حامضية؟ حبيباتها لونها أحمر بتحمر عباد الشمس طيب لو الكورة عاملة كده وحبيباتها لونها أزرق بتزرع عباد الشمس وإنها بتاعتها صغيرة كده هو دي بسميها كرات الدم البيضاء القاعدية إن حبيباتها لونها إيه؟ أزرق آخر نوع بتبقى خلايا حبيبات متعدلة بس النواة بتاعتها صغيرة كده هو دي بسميها الخلايا وحيدة الإيه؟ النواة يبقى أنت عندك كام نوع كرات دم بيضاء؟ أربعة المتعدلة والحامضية والقاعدية وحيدة الإيه؟ النواة اللي أربعة بيلتهم المايكروبات خاصة العدوى البكتيرية والالتهابات والحساسية المزمنة اللي أربعة موجودين في الدم فترة قصيرة جدا عدة أيام أو عدة ساعات لعدة أيام الأربعة بينشأوا من نقاع العظام وينضغوا داخل نقاع العظام خلايا وحيدة النواة فقط ممكن تتحول إلى الخلايا البلعمية الكبيرة عند الحاجة لما تنتقل من الدم إلى داخل الأنسجة تتحول خلايا وحيدة النواة إلى الخلايا البلعمية الكبيرة كده احنا تكلمنا على أربع حاجات في الجهاز المناعي كلمنا على الأعضاء اللينفوية خلال اللينفوية كرات الدم البيضاء الأخرى والخلال البلعمية الكبيرة وحضرة الجيء إن شاء الله عندنا حكتين مهمين جدا المواد الكيمياء المساعدة والأجساء المضادة وهندخل بقى إن شاء الله في آلية عمل الجهاز المناعي تابعونا على قناتكم الجميلة قناة الرحمة وبالتوفيق إن شاء الله ليكم عزائي الطلبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته